لكم تبدو الصورة معقدة ومتخمة بالأزمات تلك التي تلخص المشهد السياسي في العراق الجديد أزمة سياسية في بغداد تقابلها أخرى في أربيل متشابهة بالشكل والمضمون إذ لم تتمكن الأحزاب الكردية من التوصل إلى صيغة حل وسط يتيح ولادة حكومة كردستان العراق أو حتى عقاد البرلمان الخلافات بين الحزبين الرئيسين تصاعدت حتى وصلت إلى طريق شبه مغلق مع إصارهما على شروطهما لتقاسم الحقائب الوزارية مصادر في أربيل قالت إن حوارات تشكيل حكومة كردستان العراق بين الحزبين الكرديين والتي بدأت منتصف الشهر الحالي لم تكن موفقة لافتة إلى أن شروط الحزب الديمقراطي بالحصول على حقائب وزارية ومنصبي رئاسة الوزراء ورئاسة كردستان العراق لقت رفضا قاطع من الاتحاد الوطني فالأخير يصر على ربط مناصب حكومة كردستان بمنصب وزير العدل في بغداد وهذا لقى معارضة كبيرة من الحزب الديمقراطي عتبة الحلول تبدو بعيدة نسبيا مع ترويح الاتحاد الوطني بإمكانية لجوئه لخيار مقاطعة الحكومة والذهاب لجانب المعارضة ذلك بحسب القيادي بالحزب فريد أسرد الذي قال إن حزب بارزاني يريد الانتقام من الاتحاد الوطني في حكومة أربيل كما حدث في بغداد مهددا بأن استمرار الوضع الراهن يعني أن الاتحاد الوطني سيكون خارج السلطة ولن تكون حكومة كردستان المقبلة مطلقة الصلاحيات على جميع محافظات كردستان العراق ترجمة نانسي قنقر